السلام عليكم ورحمة الله. انا مهندسة ايمان حمدي. هيكون ان شاء الله معكم في كورس مقرر مقدمة في تقنية المعلومات لطلاب بكالوريوس تقنية المعلومات. اول حاجة احبه ان انا اعرفكم بنفسي. انا مهندسة ايميل حمدي. وده الايميل الخاص بيا. لو في اي اسئلة يبعتوني على الايميل. ان شاء الله اقدر ان انا اكوابكم في اسرع. فاصلة على البكالوريوس المشستير من كامعة الاكاديمية العربية. كامعة او كلية كمبيوتر ساينس عنهم من حاسب تخصص سكاء الاصطناع. الكورس اوفر فيو او كورس او او الحاجات او المحتوى ان انا محتاجة اكون اعرفها اول ما اخلص كورس. اولا محتاجين نعرف تطور الكمبيوتر ازاي الكمبيوتر او امده او الكمبيوتر سهر وازاي الكمبيوتر ساعدت تتطور او فضلت في استمرار في التطور الى عصرنا الحالي. محتاجين نعرف الهيسري بتاع الديفلومنت تطوير الكمبيوتر. محتاجين نعرف هل الكمبيوتر او هزا النفسي سؤال. هل الكمبيوتر يعطر افهم الارقام اللي احدا كهيومان او كبشر بنتكلم بيها. هل الكمبيوتر يعرف يقول رقم 120 123 125. الكمبيوتر اللي احنا كبشر نقدر نحنا التكلم بيها. لا. الكمبيوتر يقتر يتعامل مع أرقام يقدر يفهمها يقدر يتعامل معها الأرقام دي اسمها ايه اسمها numbering system كتير أرقام إن الكمبيوتر يقدر يتفاهم معها أو يقدر لو ايه يفهمها فطبعا بيكون فيها أكتر من نوع من أنواع numbering system إن شاء الله هندرسه وبعد كده محتكين نعرف إزاي إن الكمبيوتر يقدر يتعامل مع الكمبيوتر تاني إنه مثلا إزاي أطر أبعد information أو ملف من عندي من على الكمبيوتر الخاص كمبيوتر تاني لشخص أخر طب ومحتكين نعرف يعني إيه كمبيوتر hardware ويعني إيه software يعني إيه كلمة hardware ويعني إيه software ومحتكين نعرف حاجة مهمة جدا أساس من أساسيات الكمبيوتر اسمها operating system اللي هي الOS اللي هي بمعنى آخر نصاب التشغيلي يعني إيه operating system الoperating system دي مكون أو أساس من أساسيات الكمبيوتر ده نظام التشغيل دي الحاجة أول component أو أول operating system دي أول حاجة بديشتغل في الكمبيوتر أول من ما بفتحه فدي أساسيات من أساسيات الكمبيوتر الoperating system لسه معرف إيه هو الoperating system اللي هو الOS كخصار وإيه هو مهامه وإيه هي الـ different operating system اللي متاحة عندي عندي أكتر من نصاب تشغيلي وإحتكين نعرف إيه هو الكمبيوتر نتورك إيه هي الناتورك وإيه هي الانترنت يعني إيه نتورك وانترنت بمعنى الناتورك هل الناتورك اللي أنا محتكيها كإنترنت يعني عندي في البيت أو في المنسل الخاص بي هل هي نفس النتورك اللي أنا محتكيها على مستوى كامعة هل هي نفس النتورك اللي أنا محتكيها علشان أربطنا بين دولة وداولة تانية يترون هما يبعثوا رسائل لبعض أو يتكلموا مع بعض أو يبعثوا ملفات لبعض لا طبعا عندنا أنواع مختلفة من الكمبيوتر ناتورك ده كده كان الأوتكمس أو الحكاية اللي أنا محتكيين نعرفها بعد إن شاء الله ما نخلص الكورس الكورس بتقسم عندنا الأسابيع من الأسبوع الأول للأسبوع العاشر بناخد المحتوى بتاع المقرر أول أسبوع عن تنا اللي هو الأسبوع السفر ده الأسبوع التوكيهي الأسبوع التوكيهي ده عبارة عن إيه ده بيكون عن الكورس إيه الحاجات أو إيه المهارات اللي أنا مفروض أتعلمها بعد ومخلص المحتوى الخاص بالمقرر التراسي وبيكون فيه الترقات بتاعته طبعا ما يكونش عليه أي ترقات ليه هو هدفه إن الطالب بيخش على الموديل ويقدر اللي هو يعرف شكل الأختبار بيبقى عامل السفر مش أكثر فالأسبوع التوكيهي ده أسبوع لا يوكد عليه ترقات ولا يحصل في الترقات نبدأ إن شاء الله من الأسبوع الأول هنأخذ فيه النصري هتلاقي أنه عندنا في Introduction to Information Technology متقسم لحاكتين المقرر Introduction to Information Technology مقرط ما فيه تقنية المعلومات متقسم لحاكتين قصة نصري وقصة عملي القصة النصري هنترس في أول أسبوع الـ Introduction والعملي هنترس إن شاء الله Introduction to Windows Basics طيب وطبعا في أول أسبوع أو في الأسبوع الأول القصة الخاص بالنصري ليه حلقة نقاش حلقة نقاش معتها إن شاء الله يوم الساعة السابعة مساء هنخش في حلقة نقاش المفروض تكون ساكرت المحاضرة المسكلة لو عندك أي سؤال أو استفسار أو في حتة مثلا مش مفهومة تقدر تقول لي عليها وأنا أعيد شرحها تاني أقول لكم مثلا أمسنة الزي المتحان الأسبوعي ممكن الأسئلة دي كيفي هنخش إن شاء الله في حلقة النقاش كل أسبوع الخاصة بالنصري يوم الثلاثاء الساعة السابعة والجزء الخاص بالعملي هيكون حلقة النقاش الخاصة بين يوم الخميس الساعة السابعة مساء يبقى النصري حلقة النقاش يوم السلساء الساعة السابعة مساء والعملي يوم الخميس الساعة السابعة مساء المقرر هو مقرر واحد بناخد فيه جزء نصري وجزء عملي وبيكون الاختبارات الأسبوعية هو اختبار واحد عنه 8 طرقات كل أسبوع من العشر الأسبوع عندنا اختبار الأسبوعي عنه 8 طرقات 8 طرقات متقسمين إزاي؟ متقسمين 6 طرقات على المحطرة النصري وطرقتين على المحطرة العمل يبقى احنا كده بنشرح النصاب الخاص بالمكرر مقدمة في تقنية المعلومات عندنا 10 أسبوع من الأسبوع الأول من الأسبوع العشر كل الأسبوع هيكون عندنا امتحان الامتحان ده هيكون عليه 8 طرقات 8 طرقات مقسمين 6 طرقات على الجزء النصري وطرقتين أو سؤالين على الجزء العملي المحتوى الخاص بالمكرر مقدمة في تقنية المعلومات الأسبوع الأول هيكون عندنا إنتراداكشن عن الكمبيوتر والهيستري بتاع الكمبيوتر وناخد فكرة عامة عن المكال الكمبيوتر صانيز والعملي هناخد إنتراداكشن تو ويندوز بيسيس السيادة بتعامل معها نصام الويندوز في الأسبوع التاني في المصري والعملي إن شاء الله هنقدر نتعرف على النومبرينج سيستم ودي الأرقام اللي الكمبيوتر يقتر اللي هو يفهمها ويتعامل معاها في الأسبوع التالت في النصري هنتكلم على ال-data storage إزاي أقدر إن أنا أخسن البيانات في الكمبيوتر ده هيكون المحدود الإسبوع التالت والرابع إن شاء الله في المصري الإسبوع الخامس هنخش على ال-operating system أو ال-operation on data سوري الإسبوع الخامس هنخش على ال-operation on data ده أنا عندي data إزاي اللي أنا أقدر عمل عليها operation في الإسبوع السادس والسابع هنتكلم معنا ال-computer organization ونشوف إيه هو computer organization إن شاء الله في الإسبوعين السادس والسابع في الإسبوع التامن هنتكلم برضو على computer organization إذا إحنا معنا computer organization هتاخد معنا ثلاث أسابيع الإسبوع السادس والسابع والتامن أما في الإسبوع التاسع هنخش على ال-operating system اللي هو OS نصم التشغيل ده كده يكون في الإيه في الإسبوع التاسع هنتعرف على أنواع ال-operating system وهنتعرف على مهام ال-operating system اللي بيتره في الإسبوع العاشر والأخير هندرس computer network and internet إيه هي الأنواع المختلفة من ال-network ده 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 الجزء الخاص بالمحاضرات النصر المحاضرات العملي يكون عندنا أول الأسبوع introduction مقدمة على ال-windows السيطر تتعامل مع ال-windows وحكاة أسسية تتعامل معها على نصام تشغيل ال-windows بالأسبوع الثاني هنتكلم على numbering system من الأول للأسبوع الثالث لحد الأسبوع السادس هنتكلم على microsoft office سواء هنتكلم على powerpoint الساعم powerpoint presentation الساعم على برنامج ال-word على برنامج ال-excel وعلى برنامج ال-access بداية من الأسبوع السابع والتاني فيه إن شاء الله الحضرات العملي هنتكلم على float chart وما هي float chart وأهمية float chart لاستخدام لغة البرمج اللي إحنا إن شاء الله هنشتغل فيها أو هنبدأ فيها من الأسبوع العشر التاسع والعشر إن شاء الله هنخش في أول لغة برمج هنعرف الأساسيات في لغة البرمج لغة اللي إحنا نتعامل معيها إن شاء الله لغة البايز وبعد الأسبوع العشر إن شاء الله هيكون عندنا الأسبوع الحداشر مراجعة هنعمل حلقة نطاش في النصري خاصة بمراجعة النصري وفي العملي في الأسبوع الحداشر إن شاء الله يكون يكون عندنا حلقة نطاش خاصة بمراجعة العملي وبعد كده بيبدأ معينا من تحين النهائي ويبقى عليها عشرين طرق يبقى بالنسبة للاختبار أو بالنسبة لتأسيم الطرقات عندنا من أول الأسبوع الأول للأسبوع العشر عندنا اختبار كل أسبوع وكل أسبوع على الاختبار عليه دم طرقات فتوتل هيبقى عندنا خلال العشر أسبوع الدراسية هيبقى مفروض معنا الترق من 80 المتحان النهائي هيكون عليه عشرين طرقات وده كده بيكون المحتوى بتاع مقرر في قناة المعلومات الكتاب اللي احنا هنشتغل منه إن شاء الله هيكون ريفرونس ليكو هنشتغل على كتاب فونديشن أوف كومبيوتر ساينس الفورس اديشن عدد الساعات الخاصة بالمقرر هي عبارة عن ثلاث ساعات راسية الكتاب إن شاء الله ده هيكون مرقع في حالة إن الطالب حاب يرجع للكتاب الجزئية معينة فيه إن شاء الله هيتم تحميل الكتاب الكتاب على الموضل على المنصة التعليمية هيتم تحميل الكتاب وشكرا لكم كميعا وإن شاء الله أتمنى لكم طير متراسي سعيد وموفق وإن شاء الله يكون مقرر مقدمة في تقنية المعلومات من أسهل المقررات وأكثر المقررات استمتاعا وهي وإن شاء الله في أي استفسارات أو في أي أسئلة هكون مع متاحة علاقات النقاش أي أسئلة محتكنها على الإيميل القوصبية إن شاء الله هكون مع أتمنى كل التعام في المكرر في حيث إن شاء الله نطلع مستفيدين من المكرر أعلى استفادة وإن شاء الله يكون مكرر سهل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا